موسيقى بدأت سلسلة صغيرة باسم حان الوقت للقيادة لدينا عجز في القيادة العديد منكم أو جميعكم بشكل أو بآخر قادة بالفعل في منازلكم وإذا كنتم تربون أطفالا فأنتم قادة من الدرجة الأولى فهذه مهمة شاقة الكثير منكم قادة في مجموعاتكم الاجتماعية وبعضكم يقود في العمل أو في مجالات اللعب مع الأطفال والعائلات تتطلع إليكم للحصول على التوجيه وهناك طرق عديدة تعبر بها عن تأثيركم لكن أحيانا نتردد عندما يتعلق الأمر بالإيمان نقول حسنا لا أعرف بما يكفي أو هناك أمور ليس لدي إجابة عنها كما لو كنتم تعرفون كل شيء تخيلوا أن الأباء يعرفون كل شيء عن تربية الأطفال إذا عرضت عليهم هذا الفيديو فهذه مهمة مخيفة للغاية لا تسمحوا لأوجه القصور التي تدركونها أن تتسبب في انسحابكم من القيادة كأدباع للمسيح أود أن أقول إن أوجه القصور الخاصة بكم في الواقع مؤهل وليس عدم أهلية عندما أقابل من يشعرون أن لديهم الكفاءة لخلق تغيير روحي في البشر لا أهتم الله يفعل ما لا يمكننا فعله نريد أن نعترف بسيادته ونرشد الأشخاص في اتجاهه لذا سنتحدث عن هذه الفكرة ونرى كيف يمكننا إضافة بعض الزخم لقياداتنا فنحن في حاجة للقيادة في جسد المسيح لا أقصد في منابر الكنائس فقط بل عبر أمتنا سنصبح النور والملح فقد كنا ملحا خفيفا لفترة ستكتشفون ذلك أعتقد أن أفضل مكان للبدء منه هو محاولة فهم أين نحن إذا نظرتم إلى الخريطة فأهم علامة بها هي التي تقول أنتم هنا لأنكم لن تستطيعوا الانتقال وأنتم لتعرفون مكانكم ساعدنا الجي بي أس في ذلك فنحن نفقد مهاراتنا الملاحية نحن نتبع فقط صوت ما يقول اتجه هنا إذا تعلمنا أن نكون بذلك الخضوع إلى صوت الله ليعطينا التوجيهات تتبعون صوتا غير معروف ولا تعرفون مدى دقة اتجاهاته فأنكم خاضعون لذلك بطريقة لا تتخيلونها ستتوترون في الواقع عندما لا يعطيكم التعليمات وعندما يتحدث الله إلينا من خلال كلمته ويعززها بأتباع المسيح المتشابهين في التفكير ويعظم الصوت بالروح الساكن فينا نضع أصابعنا في أذاننا ونقول أعرف أنتم هنا أين نحن بالضبط في أمثال 29-18 بلا رؤية أو إعلان الكلمتان صحيحتان تشير الكلمة إلى كليهما إنه الوعي أو الفهم الذي يمكن من العمل لذا فهو ليس شيئا نظريا بلا رؤية يجمح الشعب أما حافظ الشريعة فطوباه يأتي الشار العبري في مقاطع ثنائية وتحتاجون كل النصفين للحصول على المعنى الكامل حيث لا توجد رؤية أو إعلان يجمح الشعب كله لذلك شرط واحد هو عدم وجود ضبط النفس وذلك لأنه لا توجد رؤية لله فليس هناك فهم أو إعلان إن الله لم يتعد على وعينا البدائل هي الأشخاص الذين تم وصفهم بالسعداء أنا أفضل السعادة إذا خيرت فسأختار السعادة طوبى للأشخاص هذا ملف الطوبى للأشخاص الذين يخضغون أنفسهم ويحفظون شريعة الرب الرسائل التي تأتي إليكم تقول إن حفظ وصايا الله ستجعلكم سعداء عندما تقرأ ذلك وإذا لم يتردد صداها معكم كأنها صحيحة فتحتاجون إلى التعرف على الدرجة التي أثر بها الخداع على تفكيركم أؤمن بكلمة الله وأعتقد أن الطريق إلى السعادة يتميز بالاستسلام إلى سلطة الله والبديل عن ذلك هو عدم ضبط النفس ورفض أن تكون منضبطا حذرنا يسوع ونحن نقترب من نهاية الأيام أن هذا الشرط الأول سيتزايد وسيصبح أكثر انتشارا إنه متى 24 قال يسوع ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين الإثم سوف يزداد والآن فقط كنقطة سريعة للتقييم كم منكم يشعر أنه آثم إذا وضعتها على مقياس من 1 إلى 10 تتناقص مع 1 وتزداد مع 10 من يشعر كأنه يتناقص الإثم أصبح أقل ولا يمكن العثور عليه من يعتقد العكس؟ نعم أنا أيضا ليس سلبيا بالضرورة كارتفاع الحرارة في الصيف ليست جيدة أو سيئة إنها حقيقة الإثم من حولنا في هذه الثقافة يتزايد أعتقد أنه من الآمن أن نقول ذلك في أمتنا ابتعدنا عن ضبط النفس لا ننوي أن نكون مقيدين بأي شيء ولا حتى بجنسنا البيولوجي نريد أن نختار أتفهم ذلك كتعبير أساسي عن التمرد على المستوى الأكثر أهمية نفعل ما في وسعنا لقبول ذلك والاحتفال به وجعله رسميا للدفاع عنه ولدعوة أطفالنا إلى ذلك هل تفهم الروح وراء ذلك إنها مدمرة جدا الله لا يصنع الارتباك أشعر بالشفق على من لديهم ارتباك من أي شيء الارتباك ليس مفيدا إنه ليس شعورا جيدا لكنني لا أريد الدفاع عنه وجعله طبيعيا والهتاف له وقول إننا سنفعل ما في وسعنا لتنمية الارتباك قد تخلصنا من ضبط النفس أصبح الإثم ينمو بثبات ولا يجب التصرف كأننا متفاجئين بانتشاره ونموه لم يحدث ذلك بسبب تغير المواقف السياسية لقد كان يحدث ذلك حولنا منذ سنوات من الآن وإذا قمت بسرد الأحداث لك ستعرف أنه منذ أكثر من عقد كنا نعيش مع شيء نسميه مدن الملجأ هي المدن الكبرى للدولة والأكثر شهرة ترفض لا تراف أو تبني القانون الفيدرالي يقولون لن نحترم هذا القانون سنحترم ما نريده ونتحايل على ما لا نحبه لكننا نطالب بتمويل فيدرالي تفهمون ذلك بشكل أساسي هذا هو الإثم جرب ذلك مع قانون المرور قل له لن أمتثل لهذا سعضوا حزام الأمان رغم أن سرعتي 160 لا تفعلوا ذلك أنا لا أقترح عليكم أن تفعلوا هذا وإذا فعلتموه لا تستخدموا اسمي لكن أمتنا تصرفت هكذا والأهم أننا لم نقل أي شيء نظرنا بعيدا وقلنا هذا ليس من شأني وليست مشكلتي لابد أن لديهم سببا لن تجد سببا وجيها لتجاهل قواعد القانون لكن لدينا نظام لتغيير القوانين التي لا نحبها لكن لا يمكن تجاهلها وإلا سنغرق أكثر في الإثم إلى حد حقيقي جدا وكنا جزءا من هذا التسيب دعمناه بصمتنا وشاهدنا الهجرة غير الشرعية تزداد عاما بعد عام لفترة طويلة والآن هناك مئات الألف من البشر تتدفق عبر الحدود لم يعود اللاجئين من الدول القريبة فقط بل من كل دول العالم والكلمة الرئيسية في هذا الوصف هي الهجرة غير الشرعية لدينا نظام للهجرة الشرعية ساعدة الكثيرين لسنين فعلت ذلك في دول أخرى وقفت في الشوارع أمام قنصليات وصفارات دولتنا لفترات طويلة من الزمن في انتظار موعد للحصول على إذن لمساعدة شخص يتعرض للاتحاد للهجرة إلى بلادنا فلدي معرفة إلى حد ما بنظام الهجرة القانونية وكان هناك جهة تسمح للملايين من الناس بالهجرة نحن أم من المهاجرين لكن المشكلة في عدم الشرعية لم نهتم بهذا الأمر لم نستخدم أصواتنا تصرفنا كما لو كان ثانويا بينما شيء ما غير شرعي يتم الاحتفال به ويتم تعزيزه بدعم من أعلى المستويات في الحكومات لو تجهلوا بعض القوانين وفرضوا البعض الآخر أتعتقد أن هذا لن يؤثر عليك بشكل مباشر في مرحلة ما في المستقبل؟ الإثم يتزايد من حولنا ونتيجة لكل ذلك أصبح من الشائع أكثر وأكثر رؤية مجموعة من الأشخاص كعصابات تعيث فسادا في شوارعنا لا أقصد العصابات المنظمة بل الحديثة مجموعات كبيرة من الجامحين يفرضون إرادتهم على المواطنين الأبرياء لأن قادتنا قد سمحوا لنا أن نغرق في الإثم لا أريدك أن تغضب من القادة أريدك أن تدرك أننا وقفنا نراقب هذا لفترة طويلة شاهدنا ذلك يحدث تدريجيا قرارا بعد قرار وإذا لم يزعجنا ذلك حان الوقت لننزعج والاستجابة لا تحتاج إلى أن تكون الاستجابة ستبدأ روحيا أود أن أقول إن الكنيسة قد فقدت حقا رؤية نتائج التقوى والفجور سواء قلنا ذلك ضمنيا أو لما إحنا فقد بسلوكنا قدمنا وجهة نظر أنه ليس هناك فرق في النتائج سواء كنت تقيا أو شريرا هذا شخصي أود أن أقول إن هناك فرقا هائلا الخضوع لله ولشريعته ونظرته للأمور وحدوده يجلب نتائج مختلفة تماما للحياة وإلى الأسرة وإلى المجتمع وإلى الجماعة والأمة أو مهما كانت والسؤال هو هل سيكون لدى شعب الله الشجاعة ليقول نحن نخضع أنفسنا للرب تذكروا أول سؤال هو أين نحن؟ أين نحن؟ إذا كنا ننجرف أكثر فأكثر إلى الإثم هل لديكم الشجاعة لتقولوا ربنا فاعدنا على رؤية أنفسنا كما ترانا؟ ليس من خلال ظروفنا الشخصية أو تراثنا أو إنجازتنا كيف نشعر حيال تقدمنا ومسارنا الوظيفي؟ لكن هل يمكننا أن نرى أنفسنا كما يرانا الله؟ ألديكم الشجاعة لتصلوا معي؟ هل تدعون الله ليعرفكم نظرته عن أنفسكم؟ هل أنتم مستعدون لاستماح للروح القدس بمساعدتكم على رؤية مجتمعنا وأمتنا كما يراه الله؟ أود أن أصلي معكم إذا كنتم في مكان آخر يمكنكم أن تصلوا معنا لأجل هذا سأعطيكم وجهة نظر في ملوك الأول إصحاح ثلاثة سليمان تم اختياره ملكا ستجد هذا في كتابك هذا مكتوب في نسختي قال هذا إنها ملوك الأولى إصحاح ثلاثة آية تسعة إنها في الكتاب حقا قال فأعطي عبدك قلبا فهيما لأحكم على شعبك وأميز بين الخير والشر هذا ما نطلبه أعطنا قلوبا مميزة حتى نميز الحق من البعض لا أريد أن أنخدع فالتكلفة باهظة دعونا نصلي أشكرك يا أباهنا على كلمتك على حقيقتها وسلطانها سنأخذ هذه الكلمات أعطنا قلوبا مميزة ساعدنا على رؤية أنفسنا ومن حولنا في عالمنا كما ترانا حتى نتمكن من إجراء أي تغييرات ضرورية أو ردود تساعدنا لتحقيق أهدافك في هذا الجيل باسم يسوع آمين سأدعوكم إلى صلاتين أو ثلاث وصلوهم بوعي أعتقد أنه يمكنك دعوة شيء شرير إلى حياتك بغير قصد وأعتقد أنه إذا دعوت الرب إلى حياتك سيتمسك بكلمتك لذلك لتأخذ الأمر على محمل الجد إن لدينا فرصة هائلة أحيانا نضل عندما نتحدث عن المسيحية أو تبعية المسيح الهدف من هذه العلاقة مع يسوع أن تجلب الحرية لحياتنا ولا يريد أن يحدك أو يقللك أو يأخذ منك شيئا يسوع يجلب الحرية وهذا هو الهدف من هذه الدراسة أن تتحرر من القلق يسوع قال لنا بشكل مباشر لا تقلقوا قد تساعد دراسة أصل الكلمة لا أفعل هذا كثيرا لكن هنا قد يساعد التعبيرات الرنانة في أصل الكلمة في الإنجليزية القديمة الكلمة تعني يختنق وفي الإنجليزية الوسطى تعني الإمساك بالحلق مثلما يمسك الذئب بالخروف من حلقه عندما يهاجمه بحلول القرن السادس عشر تم تقلصها لتعني المضايقة أو الهجوم وفي تعريفها الحالي القلق هو الشعور بالهم والاضطراب وعدم الارتياح ولكن أحب هذا التقدم لأن تأثير القلق الحقيقي على حياتك أو حياتي يطبق على حلقنا يشنقنا ويخنقنا ويقلل من فاعليتنا ويختازل وعينا بعالمنا يمنحنا مشاعر غامرة بما يمكن أن يكون ويحجب حقيقة أين نحن ومن نحن قرأنا في متى ستة تعليق يسوع عن القلق أربع مرات في النص يفحص تمسكنا بالقلق فيقول لا تفعل ذلك لا تهتم بما تلبسون وما تأكلون ولا بما تشربون ولا أين تعيشون هو لا يقول إنها أمور ليست هامة في حياتنا بل إن القلق بشأنها غير لائق وكثيراً ولا سيما المتدينين منا يمكننا تبرير قلقنا وخوفنا وانشغالنا فنقول نحن نفعل أمور الرب أمور كثيرة نوطيها في طلبات الصلاة بالاهتمامات الكتابية ونغلفها في تعبيرات مستخدمين كل أنواع الكلمات الروحية والواقع هو أننا غير مهتمين بملكوت الله نحن ندفع بأفكارنا ونغلفها بكل أنواع اللغة الهدامة هذا أفضل سيناريو للقلق الأسوأ سيضعف إيمانك وسيجعلك غير مثمر تذكر مثل الزارع يسوع تكلم عن زارع خرج ليبذر ووقعت البذار على أنواع مختلفة من الأراضي لقد تكلم عن نوع من الأراضي في متى 13-22 يقول الكتاب والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر هذا تعرفنا عن القلق يمكنه أن يخنق تأثير كلمة الله وهذا يحذرني إذا أعطيت للقلق مكانا في قلبي إذا رعيته ونميته ولم أنتبه له ولم أتعامل معه فإنه سوف يخنق تأثير كلمة الله هذا لا يمكننا تحمله وإليك دعوة يسوع أخبرنا بالحق قال لا تقلق ويجب أن لا نقلق وإن اخترنا أن نقلق فقد اخترنا أمرا غير لائق وأفضل علاج كتبي لذلك هو التوبة سأختم وأرجو أن تصلي صلاة معي لنتوب فقط أعطينا القلق مساحة في قلوبنا ووقتنا وحياتنا مستعد لنصلي أبانا أشكرك من أجل كلماتك نقبلها لأنها الحق أشكرك على الطريق الذي تفتحه أمامنا للسلام والحرية والرجاء والفرح نريد أن نتوقف ونقول آسفون ولنتوب اغفر لنا لأننا تسلمنا زمام حياتنا وكنا نقلق حول أمور وقتية ملأت قلوبنا وأيقظتنا بالليل وقلصت من علاقتنا بك نتوب عن ذلك اغفر لنا وفي توبتنا لا نقبل غفرانك فحسب بل سيادتك على حياتنا يا روح الله ساعدنا أن نسير في الطريق الجديد في اسم يسوع آمين سأتحدث لبضع دقائق عن شعب الله أحيانا نركز بشكل كامل على الأشرار ولا أعتقد أن هذا يساعدنا عندما كنت في الجامعة كنت في العلوم الأساسية وأصدقائي يستعدون لكلية الطب وكان لدي الكثير منهم هناك وكانت هناك متلازمة هي أنه كلما درس هؤلاء الأشخاص موضوعا معينا كانت مجموعة منهم تعود إلى المنزل المصابة بأعراضه كان الأمر مضحكا ولكن إذا كنت منهم فلن يكون مضحكا بالنسبة لك أصبحت على علم بشيء ما وأعتقد أنه من القيم جدا أن تهتموا بصحتكم عن أن تقضوا وقتكم على الإنترنت تجدوا أشياء مزعجة ونفس الشيء صحيح روحيا من المفيد التركيز على الصحة الروحية بدلا من القلق من تعابير الظلام لذا لدقيقة فقد دعونا نتحدث عن شعب الله سأبدأ بهذه الفكرة وهي أن الله لديه عطايا لكم ومن الممكن أننا لم نكتشفها بالكامل أنا لا أريد أن أفوتها وأكتشف أنه كان لي الكثير ولم أخذه حتى الآن آمين في أعمال الرسل ثمانية أربعة عشر ولما سمع الرسل الذين في أوروشاليم أن السامرة قد قبلت كلمة الله أرسلوا إليهم بطرس ويوحنى الذين لما نزل صلايا لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس الكنيسة تتوسع أعمال الرسل إنه يوم الخمسين ينسكب الروح القدس ويبدو أن الكنيسة بدأت في النمو بطريقة غير مسبوقة وفي هذا الإصحاح نجد أن قصة يسوع قد وصلت إلى السامرة بطرس ويوحنى من كان يقودان الكنيسة في أوروشاليم قرر أن شعب السامرة بحاجة إلى تعليمات إضافية من أوروشاليم وقيل إنه لما وصلوا صلوا ليقبلوا الروح القدس الصورة الكبيرة هي الكنيسة في السامرة تقول إنهم قبلوا كلمة الله وفي العهد الجديد يسوع هو كلمة الله لقد قبلوا قصة يسوع عندئذ قالت جماعة من أوروشاليم هناك المزيد المزيد لكم جئت اليوم برسالة هناك المزيد معظمكم حصل على الولادة الثانية وتم تعميدكم بالماء وبالروح القدس وقرأتم الكتاب المقدس لدى الكثير منكم فترة طويلة من الخدمة في ملكوت الله ولدي أخبار جيدة هناك المزيد أشكركم على هذا الرد المدوي أستطيع رؤية حماسكم ها هي الحقيقة المحرجة هذا الإعلان في مناسبات عدة كان مسيئا لأنه كان هناك تركيز مفرط على نمونا الروحي حول كيف نختم علاقتنا مع الرب وكيف نصل بهذا الأمر إلى نتيجة ما حتى لا أحتاج أن يظل في أفكاري لفترة أطول ما الذي أفعله أو أتعلمه ما هو وأين الخط الذي يجب أن أعبره أريني ما يجب أن يحدث هذا مثل قول ماذا أفعل لأكون بصحة جيدة حتى لا أهتم بصحتي ثانية صحيح كم من البروكلي علي أن أتناوله اليوم حتى أتمكن من التدخين والشرب غدا نظريا لدينا القليل من تلك العقلية في نمونا الروحي وهو أمر مسيء بعض الشيء لشخص يقول لنا دائما النمو ما زال مهما أتحدث إلى الكنيسة وإلى شعب الله وإلى أشخاص ثابتين نود أن نخرج كل العلامات التي تشير للحضور وشارات الخدمة ونقول انظروا ماذا تريد الآن أيها القس شخصيا لا شيء ألا يكفي أبدا أعني في الحقيقة ألا يكفي هذا سأقوم بالتدريبات مرة أخرى غدا ها انظر نحن جميعا لدينا ذلك أعتقد أنه إذا أصبحنا صادقين حقا مع بعضنا ما نحبه هو العثور على أشخاص يفكرون كما نفكر يمارسون إيمانهم كما نمارسه حتى نتمكن من أن نكون معهم كل أمورنا بخير ونحن نصادر على الروح في داخلنا وعلى دعواته أترون؟ تلك الفكرة تنبع من أمر ما بداخلنا إنها فكرة أنني المصدر أو أنني المركز هذا يدور حولي وعندما أستطيع أن أجعلني راضيا فأنا بخير أعتقد أن الهدف من إيماننا وجوهر إيماننا مختلف الله هو مصدري إنه مركزي أنا الخادم أنا خليقته ولدي وقت قصير تحت الشمس حيث أستطيع خدمته ولذا فهي استجابة مناسبة لي في هذا اليوم أن أقول كيف يمكنني خدمتك؟ أتعتقد حقا أن الله تعجبه سيرتي الذاتية؟ أتعتقد أن هذا يجعلك ترتاح؟ ذكرني ألن بشهاداته من السهل أن تضحك علي لكن عندما يعود الحديث إليك ماذا تريد مني الآن؟ قال بطرس ويحن علينا ذهب إلى السامرة إنهم يعرفون يسوع وهناك المزيد لي ولكم أي يمكننا التحدث عن عطايا الله؟ هناك أمور تعلمتها عنها عندما تأتي عطايا الله ولا أتحدث فقط عن العطايا الروحية أو هبة الخلاص عطايا الله تأتيك إنها تلك المحفظة بأكملها صممه الله في قصتك وهو يعطيك بنفس طريقة الآباء للأطفال يفعلون ذلك بما يناسب العمر الذي حصل عليه ما الذي يمكنهم تنفيذه في هذه المرحلة؟ والله سيفعل المثل الأطفال كانت فكرته يا رفاق فعل ذلك قبل أن يكون لدينا علماء وأطباء نفسيون ولا أعارض هذا الله يهتم بالنمو الروحي ولديه بعض العطايا المناسبة للعمر والفرص وأبواب لتعبرها إذا كنت على استعداد لتتلقى عطايا الله فسوف تنمو روحياً سيعاد تشكيل حياتك هل أنت على استعداد لذلك؟ احذر سوف تنمو سوف تحصل على المزيد أنت مستعد لاستماح لله بإعادة تشكيل حياتك؟ إن عطايا الله تمكننا من خدمته بطرق جديدة أيها القس أريد فقط أن أذهب إلى السماء لما نتحدث عن هذا؟ هناك جحيم لكن أفضل الذهب إلى السماء أنا في نور المسيحية لا أبحث عن الأشياء المسيحية المفرطة لا أريد لباساً أزرق ورداءاً أحمر كأنه مسيحي خارق أود إبلاغكم أن كتابياً هناك مجموعة من أتباع المسيح إما هو السيد وأنتم معه أو لا هناك الكثير من التنوع في شخصيتنا وكيف ربطان الله لكن لا يمكنك أن تكون مثل تلميذ ينير لست غاضباً منك أريدك أن تكون مستعداً ولا يمكنك أن تختبئ في الكنيسة وتعيش كالشيطان وتعتقد أنك جيد ليس بإمكانك أبداً أن تعطي لله مكاناً ثانوياً في حياتك وتتصور أنه سيوافق على ذلك تذكر الوصايا لا يكن لك آلهة أخرى أمامي الرب يقول المكان الأول لي أعطايا الله تمكننا من الخدمة بطرق جديدة هل مستعدون لتعلمها؟ إن القيادة ليست حول المناصب أو الألقاب يتعلق الأمر باستعدادنا لطاعة الرب أريد أن أنهي هذا بإعطائك دعوة حول العطايا الروحية قضيت الكثير من حياتي في عالم الكنيسة أتحدث حول العطايا الروحية وتلك المواهب الروحية المكتوبة لكن الله لديه عطايا مختلفة عن مواهب الروح هناك عطايا لحياتك أبواب من الفرص قدرات وعلاقات يتم تطويرها كل أنواع الأمور بعضهم لديه فترات زمنية وأغلبهم سيأخذون منك بعض الجهد وسيجعلونك غير متحجر مستعدوا للاستقبال؟ لنخبر الرب يا رب نريد كل ما لديك لنا لا نريد ترك أي شيء دون الاستداد لقبوله باسم يسوع آمين شكرا لمتابعتك لبرنامجنا خدمات ألن جاكسون وصلي أن تكون هذه الحلقة سبب بركة لحياتك يمكنك متابعة كل الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني www.malkuds.com أو www.kingdoms.com ومن خلال التطبيق www.kingdom-sat إذا كانت لديك أسئلة عن هذه الحلقة أو عن الإيمان المسيحي أو إذا كانت لديك طلبة صلاة تواصل معنا info at malakuds.com وعلى واتس أب وفايبر 1-404-851-4921 والرب يباركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر